اشتركوا في القناة عن خالص التهاني إلى كفة أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 داعياً الله العلي القدير أن يجعله عاماً يسود فيه الأمن والأمان على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعود على مملكة البحرين وأبنائها بالمزيد من الخير والنماء بعدها أعرب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله عن تهنئته لفخامة الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية مؤكداً تطلع مملكة البحرين وحرصها على إقامة علاقات طبيعية تقوم على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما هنأ جلالته السير كيرستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده لمزيد من التقدم والازدهار ثم أشاد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالجهود الحثيثة التي يليها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تعزيز مسيرة العمل الوطني وتحقيق الإنجازات الوطنية في كافة المجالات من خلال حرصه ومتابعته الدائمة لمختلف مسارات العمل الحكومي والتنموي منوهاً في هذا الصدد بما يولي بذله كافة أعضاء فريق البحرين من جهود من مواقعهما المختلفة والتي أسهمت في تحقيق المملكة النجاحات على مختلف المستويات وقال جللته أيده الله إن المواطن البحريني شريك أساسي في رفض مختلف مسارات التنمية ونؤكد حرصاً المستمر على الاستثمار فيه وضرورة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ويعود أثرها بشكل إيجابي على خير ونماء المواطنين وخلق الفرص الوعيدة أمامهم بعد ذلك وجه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا الجهات المختصة إلى تهيئة كافة سبل النجاح وتوفير المقومات اللازمة لإنجاح موسم عشوراء مؤكداً على ما يتميز به المجتمع البحريني منذ القدم من انفتاح وتسامح جعل مملكة البحرين واحة إخاء وسلام وتطور وإنجاز ثم وجه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين واستكمال خطة تطوير مدينة المحرق وإطلاق خطة متكاملة لإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة وذلك للمحافظة على هويتها التاريخية والثقافية وتلبية الاحتياجات والبنى التحتية اللازمة للمناطق التاريخية بعدها أكد جلالته على أهمية تنفيذ الخطط والمشاريع التي ترفع مستوى الأمن الغذائي وتدعم المنتج الوطني وتحافظ على الحياة الفطرية وتعمل على تنمية الثروة السمكية بمملكة البحرين وأشاد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بجهود اللجنة الوطنية المعنية بتنسيق ومتابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين إلى القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين قمة البحرين وكافة الجهات المعنية والتي تحرص على تعزيز العمل العربي المشترك مؤكدا حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وأكد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله على ما وصلت إليه مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تقدم وتنمية وخدمات عالية الجودة ومستويات معيشية مرتفعة على مستوى العالم وقال حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إن البحرين للبحرينيين جميعا وإن وحدتهم وترابطهم كأسرة واحدة هي مصدر منعتنا وافتخارنا واعتزازنا فالمواطنة الحقة هي أداة الإنجاز والعمل والبناء من أجل النهوض بالبحرين وازدهارها وذلك يأتي في إطار ما يجمعنا من قيم وعادات بحرينية أصيلة وقواسم مشتركة تعتبر ثوابت أساسية في تعزيز هويتنا الوطنية والحفاظ على نسيجنا المجتمعي القائم على التعايش والتآلف والتسامح الإنساني ونشدد على أهمية المحافظة على منظومة القيم والتقاليد البحرينية التي تنطلق من القيم العربية والإسلامية وأضاف جلالته أيده الله أن أمتنا العربية هي أمة مجيدة تاريخها ناصع منذ القدم وتلتزم بالدين الإسلامي الحنيف وتحترم الأديان السماوية وتفخر بتراثها الراسخ ومكارم أخلاقها ولها دور حيوي إيجابي في المنطقة والعالم إضافة إلى كونها المصدر الأهم للطاقة وخطوطها التجارية مرتبطة بالعالم أجمع وأشار جلالته إلى أنه في الوقت الذي نقوم فيه بحماية مصالحنا ومصالح العالم في المنطقة فإن من واجب الأصدقاء والشركاء في العالم مراعاة ما تواجهه المنطقة من ظروف وتحديات والوقوف معها بكل وضوح والتزام لمنع الأخطار ومواجهة سياسات الهيمنة الهدامة واعتماد اتفاقيات التعاون الاستراتيجية الشاملة في الأمن والاقتصاد والتنمية وأكد جلالته رعاه الله أهمية نبذ الخلافات والتكاتف وانتهاج السلم وحسن الجوار في العلاقات الثنائية والإقليمية المشتركة والابتعاد عن سياسات الاعتداء والحروب بالوكالة وضمان أن تكون قرارات دولنا نابعة من مصالحنا الذاتية قائمة على التكاتف لمواجهة التحديات المضرة باستقرار المنطقة كما الوضع في غزة المحتلة والتهديدات على الملاحة في البحر الأحمر والتهديدات التي تظهر بين حين وآخر من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به جلالته من تقدير للجهود المبذولة من كافة أعضاء فريق البحرين مؤكدا أن هذا التقدير السامي محل الفخر والاعتزاز الدائم ويحمل الجميع أمانة المسئولية لمواصلة الجهود على الوجه الأكمل لتنفيذ التطلعات السامية لجلالة الملك المعظم رعاه الله مشيرا سموه إلى حرص الوزرات والأجهزة الحكومية على تنفيذ توجيهات جلالته حفظه الله ورعاه لتنفيذ خطط تطوير مدن البحرين بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية بجانب الحرص على توفير كافة أسباب النجاح لموسم عشراء وتنفيذ مختلف الخطط والمشاريع التي ترفع مستوى الأمن الغذائي وتدعم المنتج الوطني وتحافظ على الحياة الفطرية مؤكدا سموه أن الوزرات والأجهزة الحكومية تتشرف دوما بتنفيذ توجيهات جلالته أيده الله بما يسهم في تحقيق مملكة البحرين أهدافها التنموية المنشودة ويسهم في رفعتها وتقدمها على مختلف الأصعدة